بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم برمي الجمرات بعد وصولهم إلى ميناء قادمين من مزدلفة لتأدية عدة شعائر كرمي الجمار والنحر وطواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى بدأ قرابة المليونين ونصف المليون حاجا من ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر ميناء برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وشاهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك حجاج بيت الله الحرام أدوا النسك بتناسق في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمن شاءت الجمرات مع توفر كافة الخدمات الأمنية والصحية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه ومع انتهاء الحجاج من رمي الجمرات ونحر الهدي والحلق يصبحون في حل أصغر حيث يخلع الحجاج ملابس إحرامهم وينتقلون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة الذي يعرف أيضا بطواف الحج ثم يتبعه الحجاج بالسعي بين الصفا والمروة ومع انتهاء شعائر الطواف والسعي يصبح الحاج في تحلله الأكبر واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة فيما اتسمت الطرق في مشعر ميناء إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر